السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنقول عدادي اسعد الله وقتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنحل قطع النحو من امتحانات المدارس للاعوام السابقة من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين. في الحلقة اللي فاتت حلنا اول خمس اسئلة. في حلقة النهاردة بنحل من اول السؤال السادس. صفحة متين ستة واربعين. كل انسان يسعى الى السعادة. كل دي اسم بنعرفه حسب مكانه في الجملة. يبقى مبتدأ. كله. اللي بعدها بيبقى مضافء ليه? كله انسان يبقى انسان دي مضافء ليه? يبقى عاربها مضافء ليه مجرره علامة جر الكسر. كل مبتدأ. ماله بقى لكل كل انسان يسعى. ده خبر جملة فعلية. يبقى يسعى دي فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر تقدره هو. يسعى هو الى السعادة. جره مجرور. في حياة جره مجرور. فاذا اردنا. يبقى ارادة ده فعل مواضي. فعل مواضي مبني على السكون. لاتصاله بين الفاعلين. فاذا اردنا ان نحقق ان ان لن كي حتى لم التعليل بتنسب. يبقى نحقق ده فعل مضارع منصوب. يبقى نحقق فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفاتحة. وان نحقق ذلك فعلينا بالعمل. لان العمل ان ان وان كان لكن ليت لعل. يبقى ان دي حرف ناسخ. العمل دي اسم ان. العمل ماله ثمار وهو كثيرة. يبقى ده خبر لان بس خبر جملة اسمية. ثمار مبتدأ. وكثيرة خبر. والجملة الاسمية كلها خبر لان. يبقى نعرف كلمة كثيرة دي خبر. خبر مرفع وعلامة رفع الضم. فانت ضمير منفاصل. انت ايه? انت ايها الطالب انت لك دور. كان اصلها دور لك. فانت ايها الطالب لك دور في هذا. تطلب العلم. الدور بتاعك تطلب. تطلب انت. يبقى تطلب دي فعل مضارع. تطلبوه. فعل مضارع مرفع وعلامة رفع الضم. والفاعل ضمير مستتر تقدروه انت. تطلب العلم مفعول به منصوب. فهو ضمير منفاصل مبني. في محل الرفع مبتدأ. هو قوام. يبقى قوام دي خبر. قوامو. دي خبر مفرد. قوام البناء مضافئليه. ومفتاح النجاح. كده احنا اعربنا. يلا نستخرج بقى من القطعة. خبر جملة فعلية. وخبر جملة اسمية. فين الخبر اللي موجود في القطعة كل انسان ايه? ياسعى. ده خبر جملة فعلية. وعندي ان العمل او ثماره كثير. يبقى ياسعى جملة فعلية. ثماره كثيرة دي جملة اسمية. عندي هو قوام ده مفرد. لأ هو مش عايز مفرد. هو عايز خبر جملة فعلية. يبقى قوله ياسعى. واخر جملة اسمية قلو ثمار وهو كثيرة. اتنين فعل صحيح واخر معتل وبين نوعي هما. نشوف الافعال اللي موجودة في القطعة. يسعى اللي هو سعى. يبقى معتل. ومعتل ناقص. ارادنا اللي هي ارادة ارادة ده معتل. معتل اجوف. نحقق اللي هي حقق ده صحيح. وصحيح مضاعف. لان الحرف التاني والتالت زي بعض. عندي تطلب الماضي طالباء. ده صحيح. وصحيح سالم. يبقى لما نيجي نستخرج فعل صحيح. طب انا شاكك في نحقق. شاكك انه هو صحيح سالم ولا صحيح مضاعف. بلا شو خالص. هات تطلب. فعل صحيح اقول له تطلب. ونوعه ده صحيح سالم انا متأكد منها. يبقى تطلب ده صحيح سالم. والمعتل عندي سعى متأكد منها. يبقى له يسعى ده معتل ناقص. واختاري الاجابة اللي انا متأكد منها. تلاتة ضمير متصل واخر منفصل. ضمير متصل اي ضمير متصل بكلمة. حياته عندنا الهاء. او ثماره برضو الهاء. والضمير المنفصل عندي هو. يبقى له ضمير متصل الهاء في كلمة حياته. والمنفصل كلمة هو. اربعة. كلمة بيها همزة قطعة. واخرى بيها الف وصل. هلاقي عند في القطعة دي انسان دي قطعة. الى السعادة اهو. اقول له الى دي قطعة. والسعادة فيها الف ولام تبقى واصل. اي كلمة? الى السعادة. الى دي همزة قطعة والسعادة الف واصل. خمسة. ضمير مستتر. وقدره. اشوف اي فعل يكون الفاعل محزوف. تطلب هي. او يسعى هو. اقول له مثلا يسعى. ده فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقدره هو. جيم اجب بما هو مطلوب مما بين القوسين. المدرسة كثيرة المنافع. كثيرة. ده خبر مفرد. حول الخبر خليه جملة. يبقى بقول المدرسة ايه? عايزين كلمة فيها ضمير. اقول المنافع اقول منافعها. يبقى بقول المدارس منافعها كثيرة. بقى جملة اسمية. اتنين. الابن في ابيه. ضع مكانه نقط فعل معتل مثال. يعني اول وعلة. زي وعدة. مش هينفع نقول وعدة الابن في ابيه. نقول وثقة. وثقة الابن في ابيه. تلاتة. فتيات مهذبات. ضع مكانه نقط ضمير مناسب. ضمير. نقول نحن يعني فتيات? ولا انتم فتيات? ولا هن فتيات? هو عايز متكلم ولا مخاطب ولا غائب? محددش. يبقى اي واحدة صح. اقول نحن فتيات او هن فتيات او انتم فتيات. اربعة. ايها الطالب. واذكر اسم الله في بدء كل امر. صوب الخطأ. احنا عارفين الاسماء التسعة. اسم وابن وابنة وامرء وامرأة وايم الله وايمن الله. الكلمات دي بتكون واصلة. يعني ما ينفعش احط الهمزة. يبقى كلمة اسم دي خطأ? اقول له لا دي واصلة اكتبها اسم من غير همزة. ده لأ تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. واحد. يشد المؤمن من عزم اخيه. الفعل يشد. ده نوعه ايه? اجيب الماضي المجرد الاول. يشد الماضي. شد ده. ده صحيح اهو. يبقى هنا صحيح وصحيح مضعف ومضعف سلازي. اتنين الفلاح. الخبر في الجملة السابقة. الفلاح ما له? عمل وهو عظيم. يبقى دي جملة اسمية على طول. يبقى الحبر هنا نوعه جملة اسمية. السؤال اللي بعد كده السؤال السابع. العلم سبيل. العلم مبتدأ مبتدأ مرفوع. يبقى نعرفها مبتدأ مرفوع هو علامة رفع الضم. ما له العلم? سبيل هو? يبقى سبيل دي خبر. وخبر مفرد. سبيل السعادة السعادة مضاف اليه. فيه كل جره مجرور. واللي بعد كل مضاف اليه كل زمان يبقى زمان مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. ومكان وهو سلاح. هو مبتدأ. ضمير منفصل مبني. في محل رفع مبتدأ. هو سلاح. سلاح دي خبر. وبرضو خبر مفرد. يبقى العلم سبيل هو سلاح. سلاح قوي. قوي دي نعت. نعت مرفوع. قوي نرى اثره. نرى ده فعله مضارع. والفاعل ضمير مستتر. تقديره نحن. ماذا نرى? نرى اثره. يبقى دي مفعول به. في كل جره مجرور. في كل ما يحيط بنا. لذا علينا ان نبذل. ان لن كي حتى لن التعليل بتنصب. يبقى نبذل فعل مضارع منصوب. ماذا نبذل? نبذل الجهد. يبقى الجهد مفعول به. مفعول بمنصوب وعلامة نصب الفتحة. نبذل الجهد في تحصيله. جره مجرور. والهاء ضمير متصل. في محل جر. حتى برضو ان لن كي حتى بتنصب. حتى يتقدم. يبقى فعل مضارع برضو. فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. اللي هيتقدم? يتقدم المجتمعه. فاعل. ويسعد. من اللي هيسعد? ابنائه. يسعد فعل. ابنائه فاعل. يبقى احنا كده اعرابنا. استخرج بقى من الفكرة ما يالي. كلمة تبدأ بهمزة قطعة. عند في القطعة علينا ان. كلمة ان. وكلمة ابنائه. اي كلمة اولى همزة. يبقى دي همزة قطعة. خبر وحدد نوعه. عند العلم سبيل. عنده هو سلاح. واللي اتنين خبر مفرط. ضمير وحدد نوعه. عندي في القطعة كلمة هو. هو ضمير نوعه ايه? ضمير غائب. او ضمير بارز منفصل للمفرد الغائب. فعلا صحيحا. وفعلا معتلا. تعالوا نستخرج الافعال ونشوف نوعها. عندي هو سلاح قوي نارا. عندي نارا. الماضي راء. يبقى ده معتل. ومعتل اخر علا يبقى معتل ناكس. عنده يحيط حاطة. ده معتل. ومعتل اجوف. نبذل اللي هي بازالا. ده صحيح. وصحيح سالم. عندي يتقدم قادما. ده صحيح وصحيح سالم. يسعد سعادا. ده صحيح وصحيح سالم. يبقى لما اجا استخرج فعل صحيح اخد اي واحدة من التلاتة. نبذل او يتقدم او يسعد. والفعل معتل نارا او يحيط. مش طالب نوعه. يقول الشاهد الحقيقة. الفعل يقول ده صحيح ولا معتل. قبل ما اجاوب. لازم اجيب الماضي المجرد. الماضي قال وسطه علا. يبقى ده معتل اجوف. لو اوله علا مثال. وسطه اجوف. اخره يبقى ناكس. السؤال التامن. مصر العزيزة. تحتاج الى ابن مخلص. مصر دي مبتدأ. مصر مبتدأ مرفعه علامة رفعه ضم. مصر معرفة دي علم. والعزيزة معرفة. فيها الف ولام. تبقى نعت العزيزة نعت مرفعه علامة رفعه ضم. ما لها مصر بقى? تحتاج. ده خبر جملة فعلية هو. تحتاج دي الفعل. والفاعل ضمير مستاتر تقدره هي. الى ابن جره مجرور. ابن مخلص. نكرة وناكرة. وصفنا الابن بانه مخلص. وابن مجرورة. يبقى مخلصين. دي نعت برضو. بس نعت مجرور وعلامة جره الكاسرة. العزيزة دي كانت نعت بس نعت مرفوع. تحتاج الى ابن مخلص يقوم بواجبه. يقوم فعل مضارع. والفاعل ضمير مستاتر تقدره هو. بواجبه الباق اصلا حرف جر. يبقى واجب دي اسم مجرور. يبقى الباق حرف جر. وكلمة واجب اسم مجرور وعلامة جره الكاسرة. والهاء ضمير متصل مبني في محل جره مضاف اليه. كي يرتفع ان لن كي حتى لام التعليل بتنسب. يبقى يرتفع فعل مضارع منصوب. كي يرتفع بها. ويعمل فعل مضارع. الفاعل برضو ضمير مستاتر تقدره هو. يعمل على زيادة جره مجرور. على زيادة الانتاج مضاف اليه. بعد جره مجرور ومش من اركان الجملة. يبقى الانتاج دي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكاسرة. فيا ابناء مصر عليكم بالعلم والعمل. فهما اهما ضمير منفاصل. هما الذان يرفعان يرفعان فعل مضارع. مرفع بثبوت النون. افعال الخامسة. والف الاسنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماذا يرفعان شأنه. يبقى دي مفعول به? يبقى شأن مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة. شأن الامم مضاف اليه مجرور. فيه هزيه جره مجرور. فيه هزيه الحياة. يبقى احنا كده اعربنا. يلا نستخرج بقى من الفكرة واحد خبر لمبتدأ. وبين نوعه. هو هنا محدد لك لمبتدأ مش لناسخ. يبقى ده فعل. يبقى خبر نوعه جملة فعلية. اتنين. فعلا معتل. فعل معتل. وبين نوعه. فعل صحيح. وبين نوعه. نجيب كل الافعال ونحدد نوعها. عندي كلمة يقوم الماضي. قاما. يبقى ده معتل. وسط علة يبقى معتل اجوف. يرتفع رافعاء. ده برضو صحيح. وصحيح سالم. يعمل عملاء. ده صحيح. صحيح سالم. يبقى نجاوب. نجيب فعله معتل هنقوله يقوم. ونوعه ده معتل قعماء وسط علاء يبقى معتل اجوف. وفعل صحيح هنقوله يرتفع او يعمل. وده صحيح نوعه صحيح سالم. اربعة ضمير منفاصل. عنده العلم والعمل هما. يبقى هما ده ضمير منفاصل. ضمير غائب. جيم. المعلمة شرحت النص. عين الفاعل في الجملة. المعلمة دي مبتدأ. طيب وشرحت? من اللي شرحت? ما تقولش المعلمة. الفاعل ما بيجيش قبل الفاعل. اي فعل بداية جملة جديدة? من اللي شرحت? دي تقنيس. مش الفاعل. من اللي شرحت? شرحت هي. يبقى اقول له فين الفاعل? اقول له الفاعل ضمير مستتر تقدروه هي. اتنين. ازهار الحب تظللونا. الضمير اللي هو النا دي في محل ايه? من اللي هيظلل احنا? لا. الازهار هي اللي هتظلل. هتظللونا. يبقى الناد اسمها نال مفعولين. من ضمائر ناهيك هتكون في محل نصب مفعول به. دال. عليك ان تجد في المذاكرة. تجد الماضي جدا. ده صحيح ولا معتل? صحيح. وصحيح نوعه? ده صحيح مضاعف سلاسي. طيب عليك ان تجد الماضي وجدا. وجدا. اول علا. يبقى ده نوعه معتل ومعتل لمثال. السؤال اللي بعد كده السؤال التاسع. الحرص على المال العام واجب ديني ووطني. الحرص مبتدأ. مبتدأ مرفعه علامة رفعه الضم. الحرص ماله على المال. جره مجرور. المال العام. المال العام ده صفه. ده نعت. يبقى نعت مجرور. واجب. اهل الخبره. الحرص واجب. وده كلمة واحدة واسمه يبقى خبر مفرد. واجب خبر مرفعه علامة رفعه الضم. واجب ديني. ده نعت. نعت برضو مرفوعه علامة رفعه الضم. ديني ووطني. لانه. اللي هي انة. حرف ناسخ. فين اسمها? الهاء. ضمير متصل مبني. في محل نصب اسم انا. انه ايه? ينفق. ده خبر جملة فعلية. ينفق في خير الوطن. في خير جره مجرور الوطن مضاف اليه. في خير الوطن والمواطنين. وتستعين بيه الدولة? تستعين دي فعل مضارع. من اللي بتستعين? الدولة. يبقى دي الفاعل. يبقى الدولة فاعل مرفع وعلامة رفع الضم. تستعين به دولة في التنمية. واقامة المشروعات. اقامة المشروعات دي مضاف اليه? مضاف اليه مجروره علامة جره الكاسرة. المشروعات العامة. العامة دي نعت. نعت مجرور بالكاسرة. التي تخدم. من اللي بتخدم? بتخدم هي. بتخدم ايه? ابناء. يبقى ماذا تخدم? تخدم ابناء الوطن. تبقى مفعول به. مفعول به منصوبه علامة نصبه الفاتحة. ابناء الوطن. الوطن دي مضاف اليه? ابناء الوطن جميعهم. وانت ده ضمير منفاصل اهو ضمير منفاصل مبني في محل رفع مبتدأ انت ايها المواطن لك اعظم الخدمات وعليك كثير من الواجبات احنا كده خلاص اعربنا المطلوب يلا نستخرج استخرج من الفكرة ما يالي كلمة بها همزة قاطعة عندي في القطعة كلمة انه انه ينفق عندي كلمة ابناء اي واحدة بهمزة قاطعة كلمة بها الف واصل اي كلمة من الكلمات اللي فيها الف لام اي كلمة فيها الف لام الوطن اي حاجة تلاتة خبر مفرد الحرس ماله واجب خلاص يبقى واجب ده خبر مفرد فعل صحيح وبين نوعه فعل معتل وبين نوعه تعالوا نشوف انواع الافعال اللي موجودة في القطعة عندي لانه ينفق نافق ده صحيح صحيح سالم عندي تستعين عانا ده معتل ومعتل اجوف عندي تخدم من خدماء ده صحيح وصحيح سالم يبقى نجاوب هو عايز فعل صحيح وبين نوعه اقول له ينفق وده صحيح سالم او تخدم وده برضو صحيح سالم وفعل معتل وبين نوعه هقول له كلمة تستعين وده نوعه معتل لاجوف ستة ضمير خدم هي واقول له تخدم ده فعل مضارع والفعل ضمير مستطر تقدره هي واحد مصر بلد عظيم بين نوع الخبر مصر ما لها بلد كلمة واحدة واسم يبقى خبر نوعه مفرد. المؤمن يسعى الى ربه. قدر الضمير في الجملة. يسعد الفاعل. من اللي بيسعى? لا مش المؤمن. يسعى الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه? تقديره هو. اتنين. يطيع الابن ابا. الفعل في الجملة. صحيح ولا معتل? يطيع الماضي المجرد اطاعة? طاعة. وسط علة. يبقى ده معتل ومعتل نوعه اجوف. السؤال العاشر. كثير من الشباب كثير من الشباب. يبقى دي مبتدى. من الشباب جروا مجرور. ما لهم بقى الكثير? لا يقدرون. ده خبر جملة فعلية. لا دي لا النافية. مش بتأثر في عرب الفعل المضارع. يقدرون فعل مضارع مرفع وعلامة رفع ثبوت النون. والواو والجماعة ضمير متصل مبني. في محل رفع فاعل. ماذا يقدرون? قيمتا. مفعول بيه منصوب. قيمة العملي مضاف اليه. يبقى كلمة العمل مضاف اليه مجرور وعلامة جرر كسرة. انه اللي هي انة. حرف ناسخ. الها اسم انة. يجعل. ده خبر انة. خبر جملة فعلية. يبقى يجعل نعرفها فعل مضارع. من اللي هيجعل? ضمير مستاتر تقدره هو. ويجعل من اخوات ظنة. ظنة حسبها زعمة خالة علمة وجد رأة جعلة. بتنصب مفعولين. يبقى الانسان مفعول به اول. صديقا مفعول به تاني. صديقا مع نفسه. محبا للاخرين. واحنا لسه ما خدناش ظنة واخواتها معلش. مش بحب قولي عربات مش مكررة علينا. يبقى ظنة واخواتها لسه ناخدها في الترمي التاني. محبا للاخرين. ويقضي يومه سعيدا. يقضي دي فعل مضارع. الفاعل ضمير مستاتر تقديره هو. يقضي يومه دي مفعول به منصوب. يقضي يومه كيف يقضي? اجابة سؤال كيف? اهو سعيدا دي اسم نكرة منصوب في جملة فعلية. اجابة سؤال كيف هي دي شروط الحال. يبقى سعيدا نعرفها حال منصوب وعلامة مصب الفاتحة. العمل فالعمل مبتدأ. طيب والفا ده حرف جر? لا مش حرف جر اصلا. الفا في اول الجملة دي ملهاش اي لازمة. العمل دي مبتدأ. مرفع علامة رفع الضمة. ما هو الا طاقة يستغلها. يستغل فعل مضارع. من اللي بيستغلها? الانسان. يبقى دي فاعل. فاعل مرفع علامة رفع الضمة. او يفقدها. فكن اللي هي كانة. كانة واخواتها. كن في اسمها كن انت. لما تلاقي اسم نكرة منصوب كده بعد كانة واخواتها يبقى ده الخبر. اسمها ضمير مستتر تقدروه انت. ورمزا دي خبر كانة. خبر كن. خبر كن منصوب وعلامة نصب الفاتحة. للعزيمة جره مجرور للعزيمة والكفاع. احنا كده اعربنا. يلا نستخرج. كلمة مبدوقة بهمزة قطعة. وكلمة مبدوقة باليف وصل. عندي في القطعة انه. ان دي مبدوقة بهمزة قطعة. وعندي الا. مبدوقة بهمزة قطعة. والف الوصل اي كلمة فيها الف ولام. اقول له ان دي همزة قطعة والانسان دي الف وصل. فتقول ده الانسان فيها همزة. لا اولها الف ولام. تبقى وصل. او اجيب له اي كلمة تانية. ما تلغبطش نفسك. الشباب. العمل. صح. خبر وبين نوعه. كثير دي مبتدأ. ما لهم الكثير? لا يقدرون. يبقى دي خبر. وخبر نوعه يقدرون فعل. يبقى خبر نوعه جملة فعلية. ضمير منفصل. واخر متصل. ضمير منفصل هو. واخر متصل كتير يستغل لها الهاء. اللي متصلة بالفعل. يبقى يقوله ضمير منفصل هو. والمتصل اللي هو الهاء ها الغائب المتصل بالفعل المضارع. فعل صحيح. واخر معتل. نشوف الافعال اللي موجودة في القطعة. عندي يقدرون من قدرة قدرة ده فعل صحيح صحيح سالم. يجعل من جعل صحيح. وصحيح سالم. وعندي برضو هنا يقضي قضاء. ده اخر وعله يبقى معتل. ومعتل ناقص. ويستغل استغل غل ده صحيح صحيح مضاعف. يفقد فاقا ده برضو صحيح صحيح سالم. كن اللي هي كان ده معتل. معتل اجوف. نجاوب يلا ونختار له اي فعل صحيح. نقول له مسلا يجعل. الماضي جعل. يبقى ده صحيح. صحيح سالم. اخر معتل يقضي قضاء. يبقى ده معتل ومعتل ناقص. ضمير مستتر. وقدره. اي فعل يكون الفاعل مستتر. او يجعل هو. او كن انت. او يقضي هو. اقول له يقضي ده فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر تقدره هو. جيم تخير الاجابة الصحيحة. واحد. الرسالة كلماتها دقيقة. الرسالة مبتدأ. فين الخبر? اهو كلماتها دقيقة. كلمات مبتدأ تاني. ودقيقة خبر للمبتدأ تاني. يبقى هنا الخبر لكلمة الرسالة خبر نوعه جملة اسمية. اتنين الفعل امتدأ. الف وصل لانه امتدأ كم حرف? واحد اتنين تلاتة اربعة امتدأ. الده المشددة. يبقى خمس حروف. الشده بحرف. هنقول له وصلي لانه ماضي خماسي امتدأ. احنا عارفين اصلا الوصل في الافعال امره ماضي ومصدر. الخماسي والسداسي. والرباعي اصلا بيكون قاطعة. ده لحول الخبر في الجملة الاتية. الى جملة فعلية. الظهور متفتحة. خبر نوعه ايه? دي كلمة واحدة واسمي يبقى مفرد. اقلبه فعل اقول الظهور تتفتح. يبقى انا حولت الخبر المفرد لجملة فعلية. ها اكمل بالمطلوب مما بين القوسين. واحد. يناضلون من اجل الوطن. ضمير غائب هنقول له هم هم يناضلون. طيب اتنين. المؤمن زميله بالخير. فعل مثال اوله علة. وعد المؤمن. اهو نقول له وعدة. وعد المؤمن زميله بالخير. تلاتة. ان نقط من الصالحين. ضمير للنصب متصل. ضمير متصل. يبقى لازم يتصل بان. ويكون ضمير للمخاطب. لما خاطب حد اقول له انك. يبقى احطي لها ان. اقول انك من الصالحين. يبقى الكاف ده ضمير متصل ضمير للنصب. لان هنا ضمير متصل مبني في محل النصب اسم انا. واحنا عارفين برضو ضمائر النصب اللي هي ضمائر ناهيك. نالمفعلين وهائل غائب ويا المتكلم وكاف الخطاب. ونكتفي برضو بهزا القادر في كل حلقة بنحل خمس اسئلة. بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو. شاير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.